توقع نأمل أنا قدمت استقالتي لأني توقعت أن يكون هناك انفراد اعتبر وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج غرداحي في مقابلة مع قناة الحرة بالأمس الأربعاء أن استقالته التي جاءت بعد وساطة فرنسية فتحت له أبواب العمل السياسي وعبر عن أمله في أن تسهم في استعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج رغم أن ذلك لم يحدث حتى الآن فماذا عن طموح الرجل السياسي لقد توقع الإعلام والمحلل السياسي اللبناني رفيق نصر الله في مقابلة صادقة له مع قناة أنبيئة اللبنانية أن يصبح وزير الإعلام جورج غرداحي رئيس لبنان المقبل إذ قال لمذيعة القناة اكتب على الورأة لأدامك جورج قرداحي رئيس جمهورية لبنان القادم فهل يصل قرداحي إلى سدة الرئاسة في لبنان؟ يجيب المحللون السياسيون بأن المقعد النيابي قد ينتظر قرداحي أما موضوع رئاسة الجمهورية ما زال بعيد المنال عنه حاليا ولم تبادر الرياض بخطوات حتى الآن تجاه إعادة العلاقات مع بيروت رغم مرور نحو إسبوع على استقالة قرداحي وبعد مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون لترتيب العلاقات بين لبنان والسعودية ودول الخليج تعاملت السعودية مع استقالة قرداحي كبادرة لحسن النية من لبنان وليس باعتبارها خطوة أساسية في إطار عودة العلاقات وذكرت صحيفة عقاذ السعودية أنه من الساذج تصور أن خروج مسؤول اللبناني من التركيبة الحكومية سيحل لب المشكلة وقالت أن التركيبة السياسية الحالية اختارت الرضوخة لحزب الله والإساءة لأكبر الداعمين للبنان كما أتوجه بالتحية الحارة إلى الحلفاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبي بكل ثقة وإخلاص ووطنية من سياسيين وعالميين ومعلقين ومراقبين وكان قرداحي قد قال في المقابلة مع قناة الحرة قدمت استقالتي وتوقعت أن تؤدي إلى انفراجة في العلاقات مع الخليج لكن هذا لم يحدث لكن لنأمل وننتظر وأوضح قرداحي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعاه بشكل غير مباشر للاستقالة وخرج وزراء وطالبوه علنا بالاستقالة وهذا الأمر أزعجه ووجد أنه لم يعد هناك تضامن داخل الحكومة كما أن البطريارك الماروني بطرس الراعي طلب منه أيضا هذا الطلب ويشير إلى أنه وقع تحت ضغوط متعددة من المسؤولين اللبنانيين والجاليات اللبنانية في الخليج التي كانت تخشى على أوضاعها هناك ترجمة نانسي قنقر